مرحبا بشكركم بشكر قدومكم اللي هم يصورنا وصورنا 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 بشكرت بالمينة من المحاجين نجوة كرم عبرت بالمؤتمر الصحفي عن سعادتها بتوجودها بالإمارات وباختيار رتعنا لألة لتقدم أول حفيتها برأس الخيمي يلي بشركة فيها وليد الشام وبشكر بدارة رتعنا يدي اختاروني الكل لأني كون بهذه السنة عم نقطع من 11 على 20 برأس جميلة ببلو درس وكعادتها خطفة الأنظار الأجمل هو حوارنا معه يلي دايما بيكون الغاني جدا كان فيه شروط تتقبلي المشاركة في حفل رأس السنة بيرات الخيمة؟ لا ما كان فيه شروط أبدا نحن اللي ما بيجينا عرض من الإمارات الحبيبة لأي مهرجان إن كان منجي من كل قلبنا ومنعرف كل شي منظم وكله بيليق بالفنان العربي بعشق بعشق تفاصيلة شو بدي أحكي تأحكي لك لما بشوفك قلبي بيروس للصبح يبالي غني لك رح نشوفك بموسم الرياضي وحفلية موسم الرياض إن شاء الله إن شاء الله هدروا تعنا ونحن من نظم هذا الموضوع الله يا موت بيدي واني يا عزي عربي والشعب العربي حدي يلبيك يزعودي نشوفك بكليب أو بأغنية لايف مع الناس بالشارع مثل ما شفنا بالحمرة بالإمارات ما بعرف بس بعرف إنه شو الفكرة اللي لازم تكون ما لازم نكرر الإشياء تحطى تضل الناس تحس إنه شي جديد لأنه دائماً المرة الأولى اللي بتعملي فيها شغلة وبتنجح كتير بيضل عنا خوف إنه التاني يكون استنساخ ملعون أبو العشق يوم لنا ذلك يابل كنت حتى أم عادي أغواني شو رأيكم اللي يصير بين أصالة وأحلام؟ أنا بقول هني أصحاب وبقرارة لغبهم بيحبوا بعضهم وبشوف إن الفن الساحة من مرضية لحتى هالعمال الأتنين يتركوها ويلهو بعضهم بإشياء كان لازم يكونوا مع بعض فيها صوت جنب صوت عم بقول الدنيا بعدها بخير هالصوتين الرائعين موجودين بعدهم كيف بتواجه إذا تعرضت للتنمرة أو حدا عمل لك تعليق سلبي كتير على السوشال ميديا؟ السوشال ميديا هالمنابر بالذات هي متاحة للكل في ناس على وعي وثقافي معينة إذا حكيت بتحكي بأصلا وفي ناس على وعي وثقافي معينة إذا حكيت بتحكي بس لحتى تنوجد أنا ما برد ما بحي برد والفان زي اسم الله عليهم بيردوا بطريقة آسية نحن عجد مش بيرعين قدن بالرد ويقل حبك كثير وبالرد يا طبر